قررت وزارة الأوقاف تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من أثار فيروس كورونا لا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العملة غير المنتظمة من عمال اليومية وكذلك من في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية وأيضا الأسر الأولى بالرعاية وفي ذات السياق حرست الأوقاف على توجيه ما كان مخصصا ماليا لبعثات حج الوزارة هذا العام لمساعدة المتضررين من أثار فيروس كورونا وللمزيد حول قرارات وزارة الأوقاف ينضم إلينا مراسل أخبار مصر الزميل وليد هيكل من مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وليد بعد التحية لك أن تضعنا في تفاصيل القرارات التي اتخذتها وزارة الأوقاف للتخفيف على المتضررين من فيروس كورونا نعم عصام بعد التحية بالفعل كما ذكر الخبر الآن أن وزارة الأوقاف خصصت مبلغ 50 مليون جنيه لمساعدة المتضررين من أثار فيروس كورونا كذلك الوزارة قامت بإلغاء كل بعثات الحج التي كانت على نفقتها هذا العام وتوجيه مبالغ الحج أو بعثات الحج بالفعل للمتضررين من فيروس كورونا أيضا وللمزيد حول هذه القرارات وصداها وكذلك المشاركة المجتمعية من وزارة الأوقاف يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للإسهام أكثر في حول هذه القرارات معالي وزير الأوقاف بعد إغلاق وزارة الأوقاف منذ يومين أو ثلاثة أيام المساجد على مستوى الجمهورية حفاظا على النفس البشرية وعلى المصلين من انتشار فيروس كورونا اليوم تأتي الأوقاف بجديد وهو الإسهام المجتمعي من خلال توفير 50 مليون جنيه للمتضررين من فيروس كورونا المساهمة المجتمعية من قبل وزارة الأوقاف وكيف يكون ذلك أن تحذو كل الجهات وكل المؤسسات الحكومية حذو وزارة الأوقاف الحقيقة أكدنا أن مواجهة المحن والأزمات تقوم على أساسين الأساس الأول الأغز بالأسباب وقديما قالوا الوقاية خير من العلاج والآن نقول الوقاية هي العلاج نفسه الوقاية هي العلاج نفسه لأن غيرت الآن بيقوله لم يظهر إلى الآن علاج للماء فأصبح العلاج الأساسي والوقاية وهو الأغز بالأسباب ومن هنا كان قضية غلق المساجد وأمس أنهينا خدمة إمامين وكمعلومة لتوء الآن أنهينا خدمة إمام سالس بمحافظة المينيا خالف التعليمات ونحن جدون في إنهاء خدمة أي إمام أو عامل أو مسؤول عن مسجد يخالف هذه التعليمات لأن القضية لا تحتمل أدنى مؤدنة طراخ أما عن السؤالين دينا دين الطراحم والتكافل وده التطبيق العملي التطبيق العملي يظهر وقت الشداد والأزمات إذا كان التكافل مطلوبا على كل حال فالتكافل والطراحم وده دعوة ونداء بنؤديه لكل المؤسسات الوطنية لكل الجمعات الأهلية لكل مؤسسات المجتمع المدني لكل رجال الأعمال كل واحد منا ده وقت أن يأخذ القوية بيد الضعيف والغنية بيد الفقير أعطت الأوقاف عدة نمازج منها تخصيص 50 مليون جنيه من مواردنا الذاتية من باب البر تحت تصرف مجلس الوزراء يوجهها إلى الجهة التي ستقوم بالتخفيف المعاناة عن العمالة غير المنتظمة أو العمالة اليومية اللي تأثرت نتيجة الانتشار العالمي اللي فيها سكورونا أو الأحداث الجوية الأخياء هذه ستكون مساهمة من وزارة الأوقاف في تخفيف أثار الأسر التي تضرعت من فقد فوقس العمل أيضا خصصنا 6 ملايين جنيه هذه ستوزع من بمعرفة الأوقاف أيضا على الأسر الأولى بالرعاية وتخصف المحافظات الأكثر تأثيراً من خلال إضاءات البر بعض المحافظات ستناهل حوالي 500 أسر 700 أسر هذا سيتم من 6 مليون إذن خصصنا 56 مليون جنيه 50 مليون توزع بمعرفة الجهات المؤسسية في الدولة و 6 ملايين بمعرفة الوزارة قضية بعثة الحاجة دا يسأل للدنيا كلها رسالة الإنسان حفظ قوام الحياة مقدمة على كل شيء الناس اللي بتحج نوعين حج نافلة أو أداء عمر نقول له هؤلاء أمانة أمانة رعاية هؤلاء اللي هما تأثروا بهذه الأحداث أولى ألف مرة ومرة من حج النافلة وعمرة النفل إنما حج الفيضة دي مطوق لإذن الله تعالى وما سيكون لكن إحنا قلنا حتى إن تم الحج هذا العام وفوت حباب الحج فوزارة الأوقاف كإشارة للمجتمع بإن قضاء حوائج الناس في هذه الظروف مقدمة على حج الناس على نفقة أي مؤسسة من المؤسسات قلنا إن وزارة الأوقاف ألغت ما كانت تخصصه من باب البر لبعثات الحج ولن يحج أحد على الإطلاق هذا العام على الإطلاق تحتها المسمى لا نفلة ولا فايدة على حساب وزارة الأوقاف لأن الحج من رحمة الله أنه فرض على المستطيع بدنيا بدنيا والمستطيع ماليا فأولا كل قضاء حوائج الناس مقدمة على حج النافلة وعمرة النفلة وفي هذه الظروف أيضا أكدنا إن لا بعثة الأوقاف في هذا العام وكل المبالغ ستخصص للأسر الأولى بالرعاية المتأثرة من هذه الأحداث وده نموذك لترتيب الأولويات وفق الأولويات والتصادف وقت الشدائد ولن نستعجل الأحداث الأمر عند الله لكن حتى لما سؤلنا لأن السؤال سيطرح ماذا عن الحج ماذا عن العمر قلنا إذا كانت المساجد في الفرائد قد أغلقت فنسأل الله بإذن الله أن يرفع البلاء عن الدنيا جميعا وعن البشرية الجميع لكن لا قد أغل الله لو استمر انتشار الفياص فصحة الإنسان مقدمة على كل الأمور بما فيها الحج والعمرة ولكل حادثة حديث وسيكون كل حديث في أواني لأهل العلم والاختصاص وطبعا لا شك أن المملكة العربية ستتخذ قائل مناسب في الوقت المناسب بما يحقق قاسي المصلح إن شاء الله كل شكر لك سيدة وزير الأوقاف إذن زميلي كانت هذه هي رسالة من وزارة الأوقاف رسالة مجتمعية بالفعل لكي تحذو كل الجهات وكل المؤسسات حذوة وزارة الأوقاف وتخصيص مبالغ للمتضررين من فيروس كورونا نعم أشكر زميلي وليد هيك المراسل أخبار مصر والشكر موصولي ضيفه الكريم معالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة